بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأقدم لكم من خلاله تصحيح التمرين الأول من الفرض الثاني للأولمبياد الوطني لمادة الرياضيات الجدع المشترك العلمي لموصل الدراسي 2022-2023 إذن ليكن A وبي عددين حقيقيين موجبين قطعا إذن السؤال لنبين أن جوج A بي على A زائد B زائد جد مربع كبير دير A أو سئتنا زائد B وسئتنا على جوج أكبر من أو تساوي A زائد B على جوج زائد جد مربع A بي إذن كالعادة وقف الفيديو وخذ الوقت لها فكر مزيد في الحل وبدأ رجع وكمل الفيديو إذن على بركة الله بعد مجموعة من المقارنات لقيت بأنه التعبير الأول أصغر من أو تساوي التعبير الثالث وفي نفس الوقت أصغر من أو تساوي التعبير الرابع ولقيت بأنه التعبير الثاني أكبر من أو تساوي التعبير الثالث وفي نفس الوقت أكبر من أو تساوي التعبير الرابع وبالتالي المقارنة صعبة وهنا كنلاحظوا أنه الأعداد A و B موجبة قطعا وبالتالي هالتعابي بربعة كذلك موجبة قطعا إذن باش نسهل عملية المقارنة بإمكاني نوضع X تساوي A B و Y تساوي A زائد B حيث X و Y أعداد موجبة قطعا إذن التعبير غاليصبح جوج A B هي جوج X مقصوم على A زائد B هي Y زائد جضا مربع ديال A S 2 زائد B S 2 وكان عارفوا أنه باستعمال وتطابقة الهامة الأولى A زائد B الكل S 2 تساوي A S 2 زائد B S 2 زائد جوج A B أي أن A S 2 زائد B S 2 تساوي A زائد B الكل S 2 ناقص جوج A B إذن A زائد B هي Y S 2 ناقص جوج A B جوج وكان عارفوا أن A B هي X مقصوم على جوج أكبر من أو تساوي A زائد B هي Y مقصوم على جوج زائد جضا مربع A B هي جضا مربع X حيث التعابير بربعة أكبر قطعا من الصفر إذن الآن سؤال لنبين أن هذا التعبير أكبر من أو يساوي هذا التعبير إذن الآن عصابرنا العدد الأول هو A العدد الثاني هو B العدد الثالث هو C والعدد الرابع هو D حيث الأعداد A و B و C و D مجابة قطعا إذن لستطعنا نبينه أنه A أس اتنان زائد B أس اتنان أكبر من أو تساوي C أس اتنان زائد D أس اتنان هذا يعني أن A زائد B أكبر من أو تساوي C زائد D إذا الأهل نبين أن A2 زائد B2 أكبر من S2 زائد D2 وبالتالي عدد ندر فرق التعبيرين الأول ناقص الثاني إذن A2 زائد B2 ناقص S2 ناقص D2 تساوي إذن A2 هي ربعة X2 على Y2 زائد B2 بعد حدف الجزء مربع هي Y2 ناقص جوج X على جوج ناقص S2 هي Y2 على ربعة ناقص D2 هي جزء مربع X2 بمعنى X يساوي إذن الآن أريد نحضر المقام المقام الموحد هو ربعة Y2 إذن فاش ضربت ربعة X2 ضربتها في ربعة بمعنى 16 X2 زائد فاش ضربت جوج ضربتها في جوج Y2 بمعنى هاد البسط هلنضربه في جوج Y2 عامل لي Y2 ناقص جوج X هنا هاد المقام فاش ضربته في جوج Y2 إذن حتى البسط في جوج Y2 ونحصل على جوج Y4 ناقص هنا عندي واحد فاش ضربتها في ربعة Y2 حتى X نضربها في ربعة Y2 ونحصل على ربعة Y2 X تساوي إذن في المقام عندي ربعة Y2 في البسط هنا عندي 16 X2 زائد جوج Y2 في Y2 هي جوج Y4 ناقص جوج Y2 في جوج X هي أربعة X Y2 ناقص جوج Y4 ناقص ربعة X Y2 تساوي هنا عندي ربعة Y2 في المقام في البسط عندي هنا 16 X2 X Y2 هنا عندي جوج Y4 ناقص Y4 هي Y4 هنا ناقص ربعة X Y2 ناقص ربعة X Y2 ناقص ربعة X Y2 هي ناقص 8 X Y2 تساوي هنا في المقام عندي ربعة Y2 ونحصل على ربعة Y2 ونحصل على ربعة Y2 بقالي دراسة إشارة البسط إذن هنا بحثة على تعميل مناسب ونحاول نرتب هاد المجاهين من أكبر أكبر أس الأسهار أس إذن أكبر أس هي Y4 هنا ناقص 8 X Y2 زائد 16 X أس 2 تساوي إذن هنا في البسط يمكن أن يكسبها على شكل Y2 كل أس 2 هنا ناقص سبنية X Y2 بإمكان يكسبها على شكل ناقص جوج في Y2 في 4 X زائد 16 X Y2 بإمكان يكسبها على شكل 4 X الكل أس 2 على 4 Y2 إذن لاحظوا هنا في البسط بإمكاني نعمل بالمتطابقة الهامة الثانية ناقص 4 X الكل أس 2 مقصومة على 4 Y أس 2 إذن المقام عدد موجب وكننا نعرف أن المربع دائما عدد موجب وبالتالي تعبير كامل عدد موجب هذا يعني أن A أس 2 زائد B أس 2 ناقص C أس 2 ناقص D أس 2 أكبر من أو تساوي 0 وبالتالي A أس 2 زائد B أس 2 أكبر من أو تساوي C أس 2 هذا يعني أن A زائد B أكبر من أو تساوي C زائد D ومن بعد التعويض جوج AB على A زائد B زائد جدر مربع A أس 2 زائد B أس 2 على جوج أكبر من أو تساوي A زائد B على جوج زائد جدر مربع AB إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله